اشتركوا في القناة اخبار الحارس الكرواتي تيبو كورتو حارس نادي تشلس الانجليزي مدربه الايطالي موريسيو ساري رغبته في الرحيل واكدت شبكة اي اس بي انان الحارس البلجيكي المتوج بجائزة القفاز الذهبي اجتماع مع مدربه الايطالي بعد عودته من عطلته وابلغه برغبته في الانتقال الى ريال مدريد وكان كورتو قد اكد في اكثر من مناسبة رغبته في الانتقال الى مدريد حيث تتواجد عائلته يذكر ان عقد الحارس البلجيكي ينتهي العام المقبل وهو ما قد يدفع الندى اللندني للقبول بعرض ريال مدريد للاستفادة منه ماليا شهدت تدريبات برشلونة وجود عناصر جديدة بعد عودة اللعابين المشاركين مع منتخبات بلادهم في نهاية كاس العالم بروسيا وانضم كل من الويسي سوريز وفيليب كوتينيو وصامويل امتيتي وإيفارا كيتيتش وتوماس فيرمايلين الى التدريبات في المدينة الرياضية للنادي بعد انتهاء عطلتهم وظهر الكولومبي ياري منا في تدريبات الصباحية لليبلوغران على الرغم من التقارير الصحفية التي افادت بتوصل النادي لاتفاقا بانتقاله الى ايفرتون الانجليزية مقابل 32 مليون يورو ويستعد لبلوغران للعب نهاي كاس السوبر الاسباني يوم الثاني عشر من شهر الجري امام اشبيليا في المباراة التي ستقام على ملعب طنجة بالمغرب كشفت تقارير صحفية ايطالية ان ليوناردو المدير الرياضي الجديد لنادي اسيمي لان قد اجتمع بوكيل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للتفاوض معه حول انتقال لعبه في سوق الانتقالات الصيفية الحالي للنادي اللمبردي وبحسب صحيفة لاتسامبا الايطالية فان ليوناردو قد سفر الى العاصمة روما لعقد محادثات مع ماتيا كيزيمان وكل عمل لعب وسط فريق لاتسيو وكان نادي العاصمة الايطالية قد حدد مبلغ مئة وعشرين مليون يورو من اجل الاستغناء عن خدمات صاحب الثلثة والعشرين عامة واشرت الصحيفة الى ان الرسونيري سيقدم عرضا بقيمة اربعين مليون يورو للتعاقد مع سافيتش على سبيل الاعارة لمدة موسم مع خيار الشراف الموسم الذي يليه مقابل ثمانين مليون يورو عرب توني كروس نجم ريال مدريد الاسباني عن حزنه لرحيل كريستيانو رونالدو الى يوفينتوس الايطالي خلال فترة الانتقالة الصيفية الجارية وقال كروس لموقع سبورتوان ليس من السهل ان يرحل لاعب كان يسجل خمسين هدفا في الموسم مثل كريستيانو واضاف الدولي الالمني رونالدو كان عمودا اساسيا في فريقنا خلال السنوات الاخيرة وعامل حاسم في نجاحات ريال مدريد ومع ذلك ثق تماما ان فريقنا سيكون من الصعب هزيمته في الموسم الجديد وبسؤاله عن تطلعاته المستقبلية اجاب كروس يبقى هدف الاساسي هو الاستمتاع بكرة القدم لاطول فترة ممكنة والحفاظ على مستوي لعدة سنوات كشف التقارير صحفية ايطالية عن توصل برشلون الاسباني لاتفاق مبدئي مع الفرنسي بول بوكبا لعب منشستر يونيتد الانجليزية من اجل الانتقال لصفوف البارسا في الصيف الجاري وبحسب ما نشره موقع كالتشو ميركاتو الايطالية فان برشلون اتفق مع بوكبا على البنود الشخصية انتظارا لحسم الصفقة وشدد الموقع على ان مينوريولا وكيل بوكبا يعمل مع برشلون على حسم صفقة الفرنسي من منشستر يونيتد مقابل مئة وعشرة ملايين يورو ويرغب بوكبا في الرحيل عن منشستر يونيتد في الصيف الجاري لتفاقم ازمته مع البرتغالي جوزي مورينيو مدرب الشياطين الحمر كشفت تقارير اخباري عن امكانية قيام نادي توتنهام الانجليزي بابرام صفقة استانسيلا فلوبوتوكا من الدوري الاسباني لتعزيز صفوف سبيرز هذا الصيف وذكرت صحيفة ميرور ان توتنهام سيقدم عرضا بقيمة 30 مليون يورو للحصول على خدمة لعب سيلتافيغو تلبية لرغبة مدرب الفريق الانجليزي الارجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو وتصل قيمة الشرط الجزائي في عقد لوبوتوكا مع الفريق الجاليثي الى 50 مليون يورو وكان لوبوتوكا 23 عاما قد انضم لصفوف سيلتافيغو في الصيف الماضي قادما من نورديشلاند الدنماركي كشف التقارير الصحفية ان نادي ارسنال الانجليزي يريد التعاقد مع الظاهر الايسر ريكاردو رودريغز قبل اغلاق سوق الانتقالة الصيفي في انجلترا ويريد نادي اللندنية التعاقد مع اللعب الدولي السويسري ظاهر نادي اسميلا الايطالي وبحسب شبكة سبارت سمال البريطانية فان ميلا قد يجبر على بيع رودريغز بسبب قوانين اللعب المالي النظيف واشرت الشبكة الى انه من المراجحين يكلف رودريغز خزائن الجانرز ما يقارب من ثلاثين مليون جنيه استرليني وافدت الشبكة ان ارسنال سيقوم قبل نهاية الميركاتو ببيع لعب او اثنين من اجل تمويل الصفقة دخل نادي ارسنال الانجليزي في صراع شارس مع نظره منشستر يونايتد لضم جروم بواتينج لعب بيرنم ينخل لسوق الانتقالة الصيفية وبحسب صحيفة كيكر الالمنية فان ارسنال يسعى لتقديم عرض للمودفع الدولي الالمني قبل غلق سوق الانتقالات وكان منشستر يونايتد قد علن اهتمامه بضم بواتينج الذي اقترب من الرحيل عن البافاري حيث وكدت الادارة انها ستناقش اي عروض مناسبة لرحيل اللعب وافدت تقارير صحفية ان اوني امرها المدير الفني للجانرز غير راضا عن مدافعي الفريق في الوقت الحالي وارتبط شوردان مصطفي بالرحيل عن المدفعجية هذا الصيف نظرا لعدم اقتناع امري بقدراته يرغب نادي ميلا لطالي في التعاقد مع لورنزو بيلي جرين لعب فريق روما لتدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذكرت شبكة بريميوم سبورت ان ليوناردو المدير العام لنادي ميلا يبحث عن تدعم خط وسط الفريق وان لعب روما هو الاقرب لتلك المهمة واشارت الان ماتيو كوفازيتش لعب ريال مدريد هو احد اهداف ميلا الا انه سيكلف نادي كثيرا بجانب ان ريال مدريد لا ينوي بيعه واشارت الانه وفقا لتلك الظروف بات بيلي جرين هو الاقرب لمهمة دعم الوسط في ظل ان سعره يتراوح بين ثلاثين الى خمسة وثلاثين مليون يورو بالاضافة لصعوبة مهمته في وجود مكان اساسي بتشكيلة الفريق في الموسم الجديد يضغط نادي انتر ميلا لاطالي في الفترة الحالية لضم الكروة لوكا مودريدش من ريال مدريد الاسباني خلال الانتقالات الصيفية الجارية وبحسب ما نشرته صحيفة موندو دوبورتيفو الكتالونية فان انتر ميلا عرض على مودريدش توقيع عقد لمدة اربع سنوات ومع نهايته يستطيع الاعتزال في الصين من بوابة جيانغاسو سونينغ واضفت الصحيفة ان ملاك نادي جيانغاسو الصيني يملكون سبعين في المياه من اسم انتر ميلا لذلك يريدون ضمه بعد نهاية عقده مع النادي الاطالي حيث سيبلغ وقتها سبعة وثلاثين عاما يشار الان ريال مدريد يتمسك ببقاء مودريدش في الموسم المقبل ولا يريد بيعه باقل من سبعمائة وخمسين مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده عزيزي متابع قناة عرب جول هل تتوقع انتقال ميلونكوفيتش سوفيتش لميلا شاركنا برأيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر